إنك حميد مجيد قال الإمام بن الجوزي رضي الله عنه قال حاتم الأصم ثلاثة إذا كن في مجلس فالرحمة مصروفة عن ذلك المجلس ذكر الدنيا والضحك والوقيعة في الناس وعلم يرحمك الله أن النميمة تفسد الدين والدنيا وتغير القلوب وتولد البغضاء وسفك الدماء والشتاك قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيبة ماهي قال أن تذكر أخاك بما فيه وهو غائب عنك وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهدته وقال صلى الله عليه وآله وسلم من مشى بين اثنين بالنميمة صلت الله عليه نارا تحرقه في قبره إلى يوم القيامة وحية تنهشه حتى يدخل النار وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قد تات أي أي نمام وقال صلى الله عليه وآله وسلم من ألقى بين اثنين عداوة فليتبوأ مقعده من النار ومن أصلح بينهما فقد وجبت له على الله الجنة وقال بعض الحكماء النميمة تهدي إلى القلوب البغضاء ومن واجهك فقد شتمك ومن نقل إليك فقد نقل عنك والساعي بالنميمة كاذب لمن يسعى عليه وخائن لمن يسعى به قال الأصمعي رحمة الله علي شاهدت أعرابية وهي توصي ابنها فقالت يا بني أمنحك وصيتي وبالله التوفيق فإياك والنميمة فإنها تورث العداوة بين الأهلين وتفرق بين المحبين وإياك والتعرض للعيوب فتصير لها أهلا وإياك والجود بدينك والبخل بمالك ومثل نفسك مثالا من غيرك فما استحسنته من الناس فعمل وما استقبحته منهم فاجتنب فإن المرأة لا يرى عيب نفسه ثم أمسكت فقلت يا أعرابية بالله ألا زدتي فقالت يا أعرابي هل أعجبك كلام العرب فقلت إيه والله فقالت يا بني إياك والغدر فإنه أقبح ما تعامل به الناس وأجمع بين السخاء والعلم والتواضع والحياء وأستودعك الله والسلام وعلم رحمك الله أن الغيبة أشد من ثلاثين زنية في الإسلام وقال بعض أهل العلم الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم وكان بعض الفقهاء يعيد الوضوء من الغيبة وقيل مثل صاحب الغيبة كمثل من نصب من جنيقا فهو يرمي به حسناده يمينا وشمالا وشرقا وغربا وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أتحب أن أنصرك على عدوك قال نعم يا رب قال ترد الغيبة عن المسلمين ومن مات تائبا عن الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ومن مات وهو مصر عليها فهو أول من يدخل النار وقال سليمان عليه السلام يا رب أي الأعمال أفضل أو قال أحب إليك قال تعالى عشر يا سليمان احتاها ألا تذكر أحدا من عبادي إلا بخير ولا تغتب أحدا ولا تحسد أحدا فقال يا رب عني السبع فقد كفاني هؤلاء وقال عطاء السليمي رحمة الله الله عليه عذاب القبر ثلاثة أثلاس ثلث من البول وثلث من الغيبة وثلث من النميمة فإياك يا أخي والتعرض للأقدار وأن تغتاب أحدا بما أودع الله تعالى فيه فإن الله تعالى هو أعلم به وأحكم يروى أن عيسى عليه السلام مر ببعض الأنهار فإذا بصبيان يلعبون في ذلك النار ومعهم صبي أعمى وهم يغمسونه في الماء ويفرون منه يمينا وشمالا وهو يطلبهم ولا يظفر بهم ففكر عيسى عليه السلام في أمره ودعا ربه أن يرد عليه بصره وأن يساوي بينه وبين أصحابه فرد الله تعالى عليه بصره فلما فتح عيني ورآهم وثب على واحد منهم فتعلق به ولم يزل يغمسه في الماء حتى قتله وطلب آخر فتعلق به كذلك حتى مات وهرب الباقون فهاب عيسى عليه السلام من ذلك وتعجب منه وقال إلهي ومولاي أنت أعلم بخلقك ودعا ربه أن يرده كما كان وأن يكفيهم أمره فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام قد كنت أعلمتك وتعرفت إلي في حكمي وتدبيري فخر عيسى عليه السلام ساجدا وعلم أنه لا يجري في هذا العالم أمر إلا وللمولى فيه حكم وتدبير روي عن بعض السلف أنه قال إذا كان يوم القيامة اجتمع القوم الذين كانوا يتجالسون على غير طاعة الله ويتعاونون على المعاصي فيجثون على الركب ويعض بعضهم بعضا وينهش بعضهم بعضا كالكلاب وهم الذين خرجوا من الدنيا على غير توبة أعاذنا الله وإياكم منهم وقال الفقي أبو الحسن علي بن فرحون رحمة الله عليه كان لي عم وتوفي في مدينة فاس فرأيته بعد ذلك في المنام وهو داخل في داري فقمت إلي ولاقيته بقرب الباب وسلمت عليه ودخل ودخلت خلفه فلما توسط في البي قعد وأسند ظهره إلى الجدار فقعدت بين يدي فرأيته شاحب اللون متغيرا فقلت له يا عمّا ماذا لقيت من ربك قال ما يلقى من الكريم يا بني سمح لي في كل شيء إلا في الغيبة فإني مذفارقت الدنيا إلى الآن محبوس فيها وما سمح لي فيها فأنا أوصيك يا بني إياك والغيبة فما رأيت في هذه الدار شيئا أشد بطشا وظلما من الغيبة ثم تركني وانصرف وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيدفع له كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامة ولا يرى أعماله فيه صالحة فيقول يا رب هذا كتاب غيري كانت لي حسنات وهي ليست في هذا الكتاب فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى ذهب عملك باغتيابك الناس فإياك يا أخي والغيبة والنميمة فإنهما يضران بالدين ويحبطان عمل العاملين ويورثان العداوة بين المسلمين أعاذنا الله منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه وقال صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يسلم فليلزم الصمت وقال معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أن أآخذ بما نقول فقال ثكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقيل لعيسى عليه السلام دلنا على عمل ندخل به الجنة قال لا تنطقوا أبدا قالوا لا بد لنا من ذلك قال فلا تنطقوا إلا بخير وإياك يا أخي والعجب فإنه مذموم كيفما كان سواء بالنفس أو بالفعل أو بالقول فلا تغتر بفعلك ولا بقولك فإن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب وهو العجب وقيل لعائشة رضي الله عنها متى يكون الرجل مسيئة قالت إذا ظن أنه محسن وذكر أنه حضر بعض النحوية في مجلس ابن سمعون الواعظ وكان من الزهاد فكان النحوي يلاحظ على الشيخ أنه يلحن في لسانه ويلحظ غلطا في كلامه وإعرابه فانقطع النحوي عن مجلسه فكتب إليه ابن سمعون ما لي أراك من الإعجاب رضيت أن تقف دون الباب أما سمعت رسالة بعض العارفين إلى بعض المتأدبين كتبت إلى من اعتمد على ضبط أقواله ولكنه لحن في أفعاله إنك رفعت وخفت وجزمت ونصبت وانقطعت ألا رفعت إلى الله تعالى جميع الحاجات ألا خفت صوتك عن المنكرات ألا جزمت نفسك عن الشهوات ألا نصبت بين عينيك ميراث الممات أما علمت أنه لا يقال غدا للعبد لما لم تكن معربا وإنما يقال له لما كنت مذنبا يا هذا ليس المرغوب الفصاحة في المقال وإنما الفصاحة في الأفعال ولو كانت الفصاحة محمودة في المقال دون الأفعال لكان هارون أولى بالرسالة عن موسى عليه السلام قال الله تعالى إخبارا عن قول موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فجعلت الرسالة لموسى عليه السلام لفصاحة أفعاله والله أعلم حيث يجعل رسالته وروي أن رجل النظر إلى بشر الحافي رضي الله عنه وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة فلما فرغ قال له لا يغرنك ما رأيت مني فإن إبليس لعنة الله عليه عبد الله آلافا من السنين ثم صار إلى ما صار إليه فمن سعادة المرء أن يقر على نفسه بالعجز والتقصير في جميع أفعاله وأقواله ولقد قيل أن المهلكات أربع وهي أنا ونحن ولي وعندي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النادم على الذنب كمن لا ذنب له وقال النادم ينتظر الرحمة والمعجب ينتظر المقت من الله وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنا قدت الناس ناقدوك وإن هربت منهم أدركوك فالعاقل من وهب نفسه وعرضه ليوم فقره وما تجرع مؤمن قط جرعة أحب إلى الله عز وجل من غيظ كظمه فاعفو يعزكم الله وإياكم ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعظم الخطايا الكذب وسب المؤمن فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يعفو يعفو الله عنه ومن يكظم الغيظ يؤجر عليه ومن يغفر يغفر الله له ومن يصبر على الرزية يعقبه خيرا منها قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخذ موسى عليه السلام الألواح نظر فيها وقال إلهي أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا قبلي فأوحى الله إلي أتدري لما فعلت ذلك بك قال لا قال نظرت إلى قلوب عبادي فلم أجد قلبا أشد تواضعا من قلبك فلذلك اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكري يا موسى إنما أقبل من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره بذكري وكف لسانه عن الشهوات لأجلي حكي أن غلاما للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه سكب الماء على يديه في الطشت فطار الماء على ثوبه فنظر إليه الإمام جعفر نظرة منكرة فقال العبد يا مولاي والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي فقال الغلام والعافين عن الناس قال لا قد عفوت عنك قال الغلام والله يحب المحسنين فقال اذهب أنت حر لوجه الله تعالى ولك من مالي ألف دينار رضي الله عنه روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وببكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس يخلطون وبخشوعه إذ الناس يختالون ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حليماً سكوناً ولا ينبغي لحامل القرآن الكريم أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صخاباً ولا صياحاً ولا حديداً ولا منزعجاً وقال بعض الزاهدين اغتنموا من زمانكم خمسة إن حضرتم لم تعرفوا وإن غبتم لم تفقدوا وإن شهدتم لم تشاوروا وإن قلتم شيئاً لم يقبل قولكم وإن علمتم شيئاً لم تغيظوا به وأوصيكم بخمس أيضاً إن ظلمتم لم تظلموا وإن مدحتم لم تفرحوا وإن ذممتم لم تجزعوا وإن كذبتم لم تغضبوا وإن خانوكم فلا تخونوا وأورد الإمام الغزالي في كتابه الإحياء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تبارك وتعالى ملكاً على بيت المقدس ينادي في كل يوم وليلة من أكل حراماً لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يخرج ذلك الحرام من بيته فإن مات على ذلك فأنا بريء منه وذكر الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن رجلاً اشترى ثوباً بعشرة دراهم وكان فيهم حرام لم يقبل الله عمله حتى يؤديه إلى أهله روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام إن أردت أن تدعوني فصنبطنك عن الحرام وقل يا ذا المن القديم والفضل العميم يا ذا الرحمة الواسعة فإني أجيبك فيما سألتني قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو صنتم حتى تكونوا كالحناية وصليتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز وقال بعض أهل العلم الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه الطاعة مخزونة في خزائن الله ومفتاحها الدعاء وأسنانه أكل الحلال فإذا لم يكن في المفتاح أسنان فلا يفتح الباب وإذا لم يفتح الخزانة كيف يتوصل إلى ما فيها من الطاعة فصف لقمتك وأطب مضغتك حتى يتبين لك بياض صالح العمل من سواد خيط الأمل من فجر الأجل ثم أتم صيام الجوارح عن حرام طعام الآثام إلى ليل القيام فتفطر هناك على فوائد وموائد قال سبحانه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ومن لم يجتن بالحرام من الطعام أفطر بعد طول الصيام على مرارة حرارة ثمرة شجرة الزقوم فيا له من طعام ما أعظم ضرره يفتت الفؤاد ويقطع الأكباد ويمزق الأجساد ويورث الأنكاد في المعاد أعاذنا الله وإياكم منه وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه كنت أقرأ الآية فيفتح لي فيها سبعون بابا من العلم فلما أكلت مال هؤلاء الأمراء صرت أقرأ الآية فلا يفتح لي فيها باب واحد فالحرام من القود نار تذيب شحمة الفكر وتذهب لذة حلاوة الذكر وتحرق ثياب إخلاص النية ومن الحرام يتولد عمل بصيرة وظلام السريرة فاكسب مالا حلالا وأنفقه في قصد واجتنب الحرام وأهله ولا تجالسهم ولا تأكل طعامهم ولا تصحب من كسبه من الحرام إن كنت صادقا في وعدك ولا تضيفن أحدا على الحرام فيأكله هو وتحاسب أنت عليه ولا تعنه أيضا على طلبه فإن المعين شريك وعلم أنه إنما يتقبل من الأعمال من أكل الحلال ويتعلق بذلك كتمان الفاقة والحسرات وإخفاء الأنين والزفرات والركون إلى الخلوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا أنت التواب الرحيم يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا تغلطه المسائل يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد اللهم أصلح أمة حبيبك محمد اللهم ارحم أمة حبيبك محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين